السلام عليكم وياهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم فيه ازاي نعمل حساب على منصة وازاي نوصقه وازاي نستخرج منه فيزة نشتري بيها دوليا فيزة افتراضية نشتري بيها دوليا من اي مكان في العالم. ويلا بينا نطبق عملي. هنبدأ بقى ونقول بسم الله بس بشرط ان حضرتك او حضرتك تركز معي كويس جدا تمام? رابط تسجيل او انشاء حساب هتلاقي موجود في الوصف اسفل الفيديو وموجود في اول تعليق مثبت. هندخل بالشكل ده هنقول له انشاء حساب باستخدام ارقم الهاتف. بلاش تعمل باستخدام جوجل او قبل. ادخل باستخدام الهاتف او البريد الالكتروني. هنا هندخل البريد الالكتروني بتاعنا. اهد البريد الالكتروني. يفضل على فكرة ان انت تعمل الخطوات دي من الموبايل. لو عملتها من الكمبيوتر برضو ما فيش مشكلة. بس الافضل ان هي تكون موبايل عشان تحتاج الموبايل بس. لكن لو عملتها نخلي الكمبيوتر او لابتوب برضو هتحتاج الموبايل. تمام? هنقول له بعد كده التالي. انا بقول لي هل الكباتشة دي. اتحقق. انا بقول لي جالك كود على جميل. جميل. ودي الكود. تمام? انا بقول لي هطي كلمة مرور. المفروض طبعا هحط كلمة مرور. فيها حرف كابتل وحرف سمول. وارقام ورموز. اربع حاجات. وما تقلش عن طوام ارقام. تمام? فانا نعمل ازهار كده. وطبعا تخلي الكيبورد انجليش مش عربي. هدي حرف الاي كابتل. وبعد كده هكتب له واحد دين تلاتة. وبعد كده حرف دولار شباك. كده قال لي تارت خطوة تمام. بص كده عباسورت ارقام اسمول. وبعد كده رموز اللي هي رمز الدولار ورمز الشباك. كده يبن معها على طول. وبعد كده اقول له التالي. تم انشاء الحساب هقول له تم. خطوة دي سهلة جدا وبسطة جدا نحفظها على تسجيل الدخول نعم. توصيق الحساب بقى وتأكد الهوية هو اللي محتاج تركه شوية فاركز معي. انا بقول لي توصيق من خلال التطبيق بيكون اسأل. انا دلوقتي بستغدم الكمبيوتر. انا بالنسبة لي عشان فاتح الاكاونت بتاعي على الموبايل فمش عارف اشرع الخطوة التسجيل على الموبايل. لكن بعد كده هنكمل على التليفون عادي جدا. تمام? بس انت بالنسبة لك التطبيق على الموبايل هيكون افضل من الكمبيوتر. فانا اقول له دلوقتي المتابعة متصفح. تمام? هنا اقول لك اختار البلد. وبعد كده اقول له متابعة. الاسم الاول. هكتب له احمد. والاسم الاوسط محمد. وبعد كده اللقب. احمد كفاية احمد بس. المتابعة. البلد اختار بلدك. تمام? وبعد كده متابعة. هنا بقول لك تاريخ ميلادك. هندخل اول سنة هكتب له مثلا الف سوى عمائة وتمانين. والشهر. واليوم واحد خمسة مثلا. وبعد كده اقول له متابعة. هنا بقول لي عنوان النقامة. هدخله باقي عنوان النقامة بتاعي. والنفرط ده. وبعد كده رمز البريدي. وبعد كده يقول له متابعة. هنا باقي بقول لي انت توصق حسابك بالبطاقة ولا بجوز الصفر. اللي معاك اللي متاح ليك توصق به. بس هو بقول لك نفضل ايه? افضل بطاقة الهوية. تمام? اللي هي البطاقة الشخصية. وبعد كده هقول له متابعة. بالشكل ده. هنا اجيب لي التحقق من الوثيقة. دلوقتي هيفتح لي الكاميرا بتاع الموبايل وخليني اصور البطاقة بتاعتي البطاقة احطها على حاجة لون واحد. اه على ورقة بيدة مسلا او اي حاجة لونها واحد. تاني حاجة خلي الكاميرا تجيب البطاقة كاملة. تمام? مش تجيب جزء منها. لا تجيب جميع الحواف. الاربع حواف بتاعتها. وبعد كده بيقول لك طبعا تتأكد ان البطاقة بتاعتها تكون سريعة ما تكونش منتجة الصلاحية. هقول له متابعة. عشان نعمل مع بعضين الخطوات دي. دلوقتي هو بيقول لي انت تقضي الصورة بتاعتك باستخدام الكاميرا. سواء كانت كاميرا موجودة في اللاب توب او كاميرات ويب موجودة في جهاز الكمبيوتر. ولا باستخدام تطبيق الاتنين هيفتحه معك الكاميرا. تمام? وتصور صورة زي ما اتفقنا. هقول له متابعة. هل تريد سماح بالتقاط الصور? تمام سماح. بتصور البطاقة بقى زي ما اتفقنا. وشه وظهر. قال لي تم بنجاح. ده بالنسبة لوصيقة المرفوعة. هقول له متابعة. جاب لي بقى خطوة التحقق الحيوي. دلوقتي بقى انا هصور وشي صورة بالكاميرا. تمام? هياخد لي صورة لوشي بالكاميرا. عشان يتحقق من الشخصية اللي قدامه. ان هي مطابقة للبطاقة اللي موجودة معايا. هنا بقى لو انت لابس متضارة بتخلع متضارة. لابس كاب بتخلع الكاب. وتأكد طبعا ان الصورة تكون واضحة وفي اضاعة. ما تكونش الصورة مضلمة. تمام? بعد متابعة هيقول لك كده خلاص اكتعمل التحقق. ومبروك عليك انت كده وسقت حسابك على منصة. بعد ما حسابك على توصك. لو ضغطت فوق كده في اليمين. هيظهر لك حالة الحساب بتاعك تم التحقق. دلوقتي بقى هتضغط على كلمة تحت في اليمين. علشان تحاول حسابك من عادي الى برو. هنقول له هنا اوكي. جاب لك هنا الشروط. الشروط طبعا كتيرة جدا. لو عايز تقرأ الشروط والبنوت دي اراها. تمام? هنا دلوقتي هنعمل عملية ايداع. هنضغط على كلمة ايداع. وبعد كده نختار من شخص لشخص. جاب لي هنا الصفحة دي. وجاب لي شوية التعليمات. وبعد كينهاء البرنامج التعليمي. ركز معي في البيانات والى الدمج دي بقى كده. تمام. دلوقتي بقى انا اختار هعمل شراء ولا هعمل بيع? انا في حال دلوقتي هعمل شراء. فبعدت على كلمة شراء. تمام? فوق كده العملة. اي جي بي. لو ضغطها العملة بالشكل ده. بيجيب لي عملات كتيرة جدا كل العملات تقريبا تمام? بختار منها او العملة اللي انها وضع بيها. في عندي وسيلة الدفع. في وسيلة دفع كتير جدا ومنها طبعا فودافون كاش. تمام? لو ضغطت على اي واحد كده قلت له شراء. هيطلب من الاول تحقق. انا بقول لي الامان انت خلص عمل توصيق لهوية دلوقتي هتعمل مصادقة على رسالة الاسميس. هقوله تمكين عشان اضيف رقم تليفوني. اضافت رقم هاتف. ادي رقم تليفوني. ابعث لي الرمز. وادي الرمز الجاني. ارسال. تم الانتهاء. كلام جميل. نرجع بقى كده. نختار فودافون كاش. ونخلي المبلغ مسلا مية وتلاتين بلاش اه مية خمسة وعشرين. كده هنحددنا مبلغ وحددنا وسيلة الدفع اللي هي فودافون كاش. تمام? هنشوف واحد بقى يدفع لنا. بتشوف بقى قال له واحد في السعر ومعمل له تقييم كويس. تمام? وبتختاره. نضغط على كلمة شراء. هنا بقول لدخل المبلغ بقى. ده المبلغ الفعلي بقى اللي انا هدفعه. الاول كان مجرد فلتر. وبعد كده هقول له شراء. هنا دي الصفحة بتاع الراجل اللي هيحاول فلوس. هضغط على كلمة اجراء الدفع. ظهر لي هنا طريقة الدفع. الراجل ده عنده محفظتين فودافون كاش. عنده رقمين. اختار اي رقم منهم. اول ما وضط عليه كده بقول لي تم نسخ الرقم. دلوقتي بقى انا هدخل على محفظ فودافون كاش. واحاول احول له المبلغ ده. تمام? اه دي رقم الموبايل. والمبلغ مية وتلاتين جنيه. حاول الان. تأكيد. دخل رقم سري. تمام? عفوا ان حدث خطأ. عمالة الدفع فشرت لان الراجل ده رقم بتاعه وتجاوز الحد الاقصى للمعاملات. فانا دلوقتي احول له على الرقم التاني. اضغط على اجراء الدفع علشان احول له على رقم المحفظة التاني. تمام? ودلوقتي انا بالفعل حولت له مية وتلاتين جنيه. اخد بقى سكرين شوت للتحويل ده علشان ابعته له. اضغط على كلمة تم التحويل بنجاح. انا بقول لي تأكيد الدفع. ارفع له بالمبلغ اللي انت دفعته. بضغط على علامة الزائد. بقول لي هل تريد السماح لتطبيق بالدخول للصور? سماح تمام? وهذه الصورة رفعتها له. وعلم على لقد قرأت المعلومات. وبعدك هيا تم التحويل. فتح لي الشات بينه وبينه تمام? بعدت له سكرين. وقلت له تم تحويل مية وتلاتين جنيه. ظهر لي اشعار فوق ان الوردر خلاص اكتمل. ارجع بقى كده. علشان اشوف المحفظة بتاعتي نزل الفام لبلغ ولا لأ? بالفعل نزل عندي تلاتة دولار واتناشر سنت. طيب.